جابت المعتز هذه المواجهة الكبيرة منتخبنا الوطني قدام المنتخب الناجيري أولى مباراة من شاء الله في كأس النوم بالأفريقية شايفها إزاي متفائل متطمن هنلعب إزاي معك الحديدة زي حسن وليما كده لا بس مش هوصل زي حسن كده ده مش تعمل كل المعلومات دي كتير لا أكيد طبعا مباراة كبيرة يعني منتخبين كبار جدا لقاء جماهيري كمان كلنا عارفين يعني منتخب الناجيري على مر العصور كلهم دايما يعني عندهم نجوم كبار جدا زي ما احنا عندنا نجوم كبار جدا وعندنا محترفين هم أكيد برضو عندهم محترفين وعلينا اللي احنا طبعا نحترم منتخب نيجيريا احترام كامل وهم أكيد برضو عارفين بيلعبوا بطل أفريقيا وكفاء اللي احنا عندنا محمد صلاح طبعا الناس كلها عاملاله حساب وهم لعيبة نيجيريا كمان عاملين له ألف حساب فأنا شايفها مباراة كبيرة أهم حاجة بس يعني تطلع بدون إصابات إن شاء الله وبإذن الله ربنا يكرمنا ونعمل مباراة كبيرة قدامهم واحنا كمنتخب مصر دايما حتى في كل الأجيالة كريم بنلعب المباراة الكبيرة دي بشكل كويس احنا بنعرف نلعب الفرق الكبيرة بنعرف نقدي قدامهم بنعرف نمسك كرة قدامهم بنهاجمهم يعني ما عندناش الرهبة فأنا شايف اللي إن شاء الله بكرة هتبقى مباراة قوية مباراة فيها التزين بين الفرقتين الفرقتين عاملين لبعض أو المنتخبين عاملين لبعض مليون حساب ممكن هتلاقي أول ربع ساعة مثلا يعني جس نبض كده من 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 سواء من من مدير الفني هنا أو هنا لكن بعد كده أعتقد ليا مش هتبقى مقفولة المباراة هتبقى مباراة مفتوحة فيها لعيبة كرة كبيرة وفيها عدد من المحترفين هنا وهنا كبار فأعتقد اللي ده يعني إن شاء الله هنتفرج على مباراة كبيرة وأتمنى طبعا فوز لمنتخب مصر